مصر فيها ألوان كتير جدا من الغنى يعني يمكن احنا كنا محظوظين في القناة الأولى ان احنا كان عندنا برنامج اسم مصر تغاني بالزبط ورصد الفن النوبي الفن الصعيدي المواويل الفن الفلاحي يعني الأغاني بتاعة الدلت الفن السحلي سواء السمسمية وخلافه ويمكن ده كتب عنه جمال حمدان في شخصية مصر كتب الأجناس الأربع للمصرين على القصة دي على أي حال احنا حنشوف الكلام ده مجسب تفتكر ان احنا ممكن نراهن على ده بألوان غنائية مختلفة يعني احنا اتكلمنا عن المهرج جنات وتكلمنا عن دراب والتراب الأصل في الموضوع هويتنا وفلكلورنا الثقافي حيطلع انا بشكرك جدا على الملحوظة دي لسبب بسيط احنا في مصر عندنا أكتر من 28 لون غنائي فلكلوري ويمكن العدد يزيد عن كده وزي ما حرارك قلت انت عندك كل منطقة في مصر أو كل إقليم في مصر ليه هوية ثقافية وموسيقية يعني الصعيد فيه اكتر من شكل موسيقي وشكل غنائي فلكلوري منها مثلا اغاني العديد مثلا اللي هي بتعمل فلكلوري الصعيد القناة هتلاقي فيها اغاني السمسمية النوبة لها طابع موسيقي الغنان النوبي والموسيقى النوبية المطروح والجزء الغربي ده ليهم شكل موسيقي وليهم اغاني بتاعته سينة الوادي الجديد الوادي الجديد تاكس جاية من الحمام الجزء بتاعته مطروح ده ليه اغاني بتاعته سينة ليها شكل وهوية موسيقية فلاحين الدلتا الدلتا ليها مثلا انا اتذكر انه دكتورة متالدة عبد المسيح اللي هي واحدة من اهم الباحثين في مجال الموسيقى كانت عاملة بحث كبير وتحول الكتاب عن اغاني الشوار في الفلاحين اغاني اللي بتتعمل فيه الافرح بتاعت الفلاحين فتخيل انت والفولكلور بتاعك غني ومتنوع وواصل لمناطق متخصصة والقبائل العربية الوافدة للصعيد مخلية لغة الضاد يعني ياسين التهامي الابنود اللغة نفسها واضحة جدا بالمناسبة يعني الشيخ سينة التهامي يعني انا بشوف انه ليه يعني جماهيرية طاغية عظيم للفن اللي بيقدمه هو الانشات والمديح صوفي طبعا ده على فكر برزبا والله اتمنى ان نشط المتعدة ده ليه جماهيرية من الدلتا للصعيد يعني شعبية كبيرة جدا فانا اتوقع انه حتى في الليالي المصرية دي مدام انه فيه توجه للذهاب الى المحافظات اتوقع انه هيبقى فيه مراعاة لفكرة انه جماهيرية الفنان او اللون الفني اللي بيقدمه مناسب اكتر لمحافظة ايه او منتشر في محافظة ايه فيبقى فيه القرب او وجود الالوان الموسيقية المختلفة بالمناسبة يمكن احنا عندنا برضو نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها الفترة الجاية انه الفنانين اللي بيقدموا الفن الفلكلوري او الوان من الفنون الفلكلورية لازم يبقى لهم مساحة ويمكن برنامج بصر تغني يفتح الفرصة دي بس نكمل على ده بانه يبقى لهم مساحة في الحفلات الكبيرة يعني حفلات الجماهيرية اللي رحى المحافظات ممكن يبقى فيه فقرة لفرقة او فنان بيقدم فلكلور مرتبط بالمحافظة دي هتبقى جميلة جدا بجانب النجم الكبير اللي هو اللي جاي او الفنان اللي بيقدم الموسيقى الباب او اللون الموسيقى اللي جماهيرية كبيرة فده يفتح المجال لفكرة انه تحي الفلكلور بتاع كل محافظة او منطقة بشكل يعني على القلب بتمرره كده للناس بجانب الرسالة الاعلابية اللي كانت موجودة نقطة تانية مهمة جدا برضو اعتقد انه لالي مصر دي فرصة ان احنا نقدم فيها اصواد جديدة بجانب النجوم الكبار لانه مصر ولادة طول الوقت بالمواهب والاصوات الشابة اللي بتبحث عن فرصة فاعتقد برضو انه لالي مصر ممكن تبقى فرصة مناسبة جدا لانه بتقدم من خلالها اصوات جديدة سواء الاصوات اللي شاركت في برنامج الدوم او او اصوات حققت نجاحاتها على مدار السنة او السنتين اللي فاتوا دي فرصة كويسة جدا يعني مناسبة لالي التلفزيو كانت بتقدم نجم كبير واصوات شابة وتناوى مختلف اعتقد ممكن تبقى لالي مصر فرصة لتقديم اصوات جديدة تظهر على الساحة